اشتركوا في القناة مما سمح بدفع وتيرة وتيرة نمو نشاط التأمين مما أدى بالرفع من حجم السوق بثلاث مرات خلال 15 سنة الأخيرة وما يعادل أكثر من 1.1 مليار دولار خلال سنة 22 وحاليا فإن السلطات العمومية في صدد الانتهاء من المشروع الجديد من مشروع قانون جديد للتأمينات سوف يعرض على البرلمان بغرفته قبل نهاية السنة الجديدة لجعل قطعة تأمينات في الجزائر أكثر جاذبية